هل يمكن أن يوجد زومبي في الحقيقة؟ الفطريات عائلة كبيرة جدا لكن ليس كل أفرادها ودودين مثل الماشروم الذي نضعه فوق البيتزا فهناك أنواع من الفطريات تنشر أبواغها بمعدل ثلاثين ألف جرثومة في الثانية الواحدة لتهيمن على أرض الغابة وهناك أنواع أخرى يمكنها تحويل الغابة إلى فيلم زومبي مرعب بطريقة تتجاوز خيال كل ما قدمه كتاب الروايات وصنع الأفلام السينمائية فهذه النملة التي تبدو لي ولك ولبقية النمل طبيعية تماما هي في الحقيقة زومبي فقد سقطت فوقها جرثومة فطر متطفل منذ عدة أيام ونسبة نجاة النمل إذا ما صادف بوغا من أبواغ هذا الفطر المتطفل صفر بالمئة خلايا الفطر تنمو بداخل النملة الآن لتشكل مجتمعا متعاونا يتكون من آلاف الخلايا له مهام محددة يريد تنفيذها بدقة متناهية تبدأ خلايا الفطر في الالتفاف حول عضلات النملة كلها ومنها عضلات الفك والأقدام لتشكل جهازا عصبيا موازيا لجهاز النملة وكل ذلك بدون أن تشعر النملة بشيء لأنها لو شعرت بشيء غريب يحدث داخلها فسوف تضحي بنفسها سريعا وتغادر المستعمرة لتموت وحدها بعيدا لتنقذ بقية النمل وفي اللحظة المناسبة يفصل الفطر الدماغ عن الجهاز العصبي للنملة لكي تنتقل السيطرة إليه بالكامل وبدون أن يسيطر الفطر على دماغ النملة يظل المتحكم في كل حركاتها مثل ما تحرك الدمى على المسرح لكنها حركة متناسقة تماما ليس فيها أمر غريب يمكن أن تلاحظه أي نملة أخرى في المستعمرة وإلا سيقضى على النملة المصابة فورا أو تطرد بعيدا عن المستعمرة وحينها ستفشل الخطة وهكذا تظل النملة أسيرة داخل جسدها إلى أن تأتي ساعة الصفر وتكون في وقت محدد من اليوم تتراوح درجات الحرارة فيه بين 20 و30 درجة مئوية وتتراوح نسبة الرطوبة بين 94 و95% تخرج النملة من المستعمرة متجهة إلى شجرة قريبة من الأشجار التي اعتد باقي أفراد المستعمرة المرور تحتها ثم تصعد على الشجرة متجهة نحو جهة الشمال تحديدا وعند ارتفاع 25 سنتيمترا من الأرض بالضبط لا أكثر ولا أقل تعض العرق الرئيسي لأحدى الأوراق من جهتها السفلية وهذه هي عضة الموت التي لم تعضها النملة في الحقيقة وإنما حرك الفطر فكيها لتثبيتها في هذا الموقع المناسب له ثم يخترق رأسها لينبت ثمرته وفي خلال مدة من ثلاثة أيام إلى تسعة تبدأ الثمرة في إمطار مسار النمل بأبواغها القاتلة لتتكرر القصة مرات ومرات كيف اجتمعت كائنات أولية كهذه لتنفيذ مهمة بهذا التعقيد وبهذه الدقة وهذه العائلة من الفطريات المتطفلة متخصصة للغاية فكل نوع منها يصيب نوعا معينا من النمل ولا يتمكن من الحياة بدونه فلا يمكن للفطر أن يبدأ بخطة بسيطة مع كائن آخر ثم يضيف عليها بعض التحسينات مع الوقت ليس ذلك فحسب فعندما حاول العلماء تغيير خطوة في خطة التنفيذ هذه كأن ينقل النملة الميتة إلى ارتفاع أعلى وأسفل من المطلوب أو يعرضوها لدرجات حرارة ونسب رطوبة مختلفة وجدوا أن الثمرة لا تنبت مما يعني أن هذه الشروط كلها ضرورية لاكتمال نمو الثمرة وهناك مشكلة أخرى وهي أن عدد الثمار النابتة من رؤوس النمل الزومبي يكفي لسحق مستعمرات النمل في الغابة كلها ولو قضى الفطر على النمل فسيكون بذلك قد قضى على نفسه أيضا وهنا تظهر فكرة مأساة الموارد مرة أخرى لكنها هنا بين طفيل وعائله أو فريسة ومفترس لكن المأساة لم تقع ولا يزال النمل والفطر متعايشان في توازن تام فما السر وراء ذلك؟ وجد العلماء أن هناك فطر آخر متخصص أيضا يتطفل على الفطر الأول المتطفل فيجعل 6.5% فقط من إجمال الثمار قادرا على إنتاج الأبواغ وهذا الفطر الثاني غير مضر بالنمل ولا يستطيع العيش بدون وجود الفطر الأول المتطفل على النمل فإذا علمت أن النمل يمثل 70% من إجمال عدد الحشرات في الغابة فنحن هنا نتحدث عن نظام دقيق من ثلاثة أطراف كان يمكن لأي خلل فيه أن يغير شكل العالم الدبور والصرصور إذا ذكرنا التطفل فلابد أن نذكر الدبابير وإذا ذكرنا الدبابير فالعجائب لن تنتهي بدءا من دبور لا يرى بالعين المجردة يبلغ حجمه 6 مليمتر أي أنه بحجم خلية واحدة مرورا بأنثى الدبور هذه التي يبلغ حجمها نصف حجم الصرصور لكنها مدججة بترسانة أسلحة غير عادية فهي تنقض عليه وتطعنه طعنتين الأولى تكون في مركز عصبي في صدره والثانية في مركز محدد بدماغه ثم تتركه لبعض الوقت حتى يبدأ مفعول سمومها لكن ليس الغرض من هذه السموم قتل الصرصور وإنما جعله غير قادر على تنفيذ أي حركة بنفسه فهو غير مصاب بالشلل ومع ذلك سيبقى في مكانه ولن يحرك ساكنا فلن يهرب ولن يقاوم يمكن من باب التبسيط أن نقول إنه فقد شغفه بالحياة وأصيب باكتئاب حاد ولأن أنثى الدبور هذه طيبة القلب فقد عالجت اكتئاب الصرصور فورا بمادة مخدرة تغرق دماغه بالدوبامين والهلاوس ولأن السكران يمكن أن يفيق بتغطيس وجهه في الماء فقد غطص بعض العلماء الصرصور في الماء وبالفعل استفاق وعاد إلى طبيعته في الواقع إن مرض الاكتئاب يدفع كثيرا من الناس إلى إدمان المخدرات أو الكحليات أو غيرها من السموم ليهربوا بذلك من آلامهم ولو مؤقتا فلا أجد لهم عبرة أبلغ من تذكر أن هذا هو عين ما اقترحته أنثى الدبور على الصرصور مرة أخرى تعود أنثى الدبور وتثني أحد قرون استشعار الصرصور لتحدث بذلك جرحا صغيرا يمكنها من تذوق دمه لتقيس مستوى السموم فيه فلو كانت كثيرة ربما قتلته ولو كانت قليلة ربما استفاق مبكرا وأفسد تدبيرها وبعد ذلك تجره إلى مسكنها وتضع عليه بيضة تحتاج حوالي أسبوع لتتحول إلى يرقى لتبدأ في استكمال مهمة أمها مفعول السموم المحقونة في الصرصور سيستمر حوالي عشرة أيام ومن شأنها تقليل العمليات الحيوية داخل جسم الصرصور لكي يبقى على قيد الحياة أطول فترة ممكنة فلا يموت فيفسد جسده قبل نضوج اليرقة ثم تخرج الأم لتحضر بعض الأحجار والأخشاب لتسد بها باب مسكنها وفي الداخل تبدأ اليرقة بمصد من الصرصور ثم أكل جسده بدءا من الأعضاء الحيوية مثل الجهاز العصبي والقلب ثم تتحول إلى دبور خلال شهر هذه في الحقيقة عملية افتراس لإطعام الصغار الجائعين مثل التي اعتدنا مشاهدتها لطائر يطعم صغاره لكنه ليس افتراسا بالمخالب والأنياب وإنما هو نوع مذهل من الافتراس ما كان يمكن لنا أن نراه في هذا العالم إن لم يكن كل شيء قد قدر فيه بدقة متناهية ترجمة نانسي قنقر